اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختياري ان احنا نستخدم فاكرين السلك اللي بنستخدمه في عمل الورد وكمان الدبابيس وهنبتدي مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي اول حاجة ان احنا هنعمل ماجيك لوب بسم الله وهنسحب الخيط وهنعمل عقدة البداية ونبتدي نعمل 6 سنجل كروشي داخل الناس بعد كده هنشد الدايرة نقفلها وحنجيب يا اما نستخدم الماركر يا اما الفتلة بس في الحالة دي انا هستخدم الفتلة بتبقى اسهل انا بحطها كده عند الابرة على طول وبنزلها من هنا وبمسك وبداية الخيط وببتدي اعمل في السطر التاني ده اول سطر خلصناه تاني سطر حبتدي اعمل تزايد فبدخل في اول سنجل كروشي واعمل تزايد فوق كل غرزة من الستة بحيس في الاخر يبقى عندي 12 سنجل كروشي حبتدي هنا اول واحدة هدخل اعمل تزايد ادي اتنين سنجل كروشي ادي اول واحدة وادي تاني واحدة في نفس المكان بعدين في اللي بعدها اتنين ادي كده واحد في نفس المكان واحدة تانية اتنين وهكذا هخلصهم لغاية اخر السطر يبقى في الاخر حيبقى عندي 12 سنجل كروشي وصلنا للعلامة زي ما انتو شايفين بسحبها كده وبحطها تاني تحت الابرة كده وحبتدي اشتغل سطرين بدون تزايد يعني سطرين كمان 12 ده سطر 12 اللي بدأنا بيت تزايد وبعديه وبعديه سطرين كمان فحبتدي ادخل هنا في اول غرزة وحبتدي اعمل سنجل كروشي فوق كل سنجل كروشي يعني ولا هزاود ولا هنقص هعمل نفس العدد لمدة سطرين يعني السطر انا كده خلصت سطرين ده الاول وده التاني بقى التالت والرابع برضو 12 سنجل كروشي هبتدي كده هبتدي كده ادخل اهو اعمل اول سنجل كروشي وفي اللي بعديها سنجل كروشي غلبلكو بس الاسود ده انا مبشوفش وهكمل كده لغاية الاخر اا وارجع لكو بعد ما خلص السطرين خلصت كده السطرين التالت والرابع اهم عملتهم بعدد 12 غرزة غرزة يعني فوق كل سنجل كروشي سنجل كروشي هنبتدي من السطر الخامس هنبتدي بقى نعمل تزايد تاني اني هشتغل سنجل كروشي واحدة وفي اللي بعاديها اتنين سنجل كروشي يعني زي التزايد العادي اللي بنعمله في الدائرة ماشي فحبتدي ادخل كده في اول واحدة هعمل سنجل كروشي عادية واحد وفي اللي بعاديها اتنين واحد اتنين واللي وراها واحدة سنجل كروشي وفي اللي بعديها اتنين سنجل كروشي يعني تزايد وكي يبقى واحدة عادية واحدة تزايد وهكذا لغاية اخر السطر هيبقى عندي في الاخر تمنتاشر سنجل كروشي خلصهم وارجع لكم خلصت كده السطر الخمس لغاية اخر غرزة بقى عندي هنا تمنتاشر سنجل كروشي هعمل بعديهم يعني ده اول سطر تمنتاشر اللي انا عملت فيه التزايد بعد دي هعمل تلات سطور بدون تزايد اهو هبتدي من اول هنا ادي سنجل كروشي ادي واحد ولازم يكون عندي تمنتاشر كده انا خلصت السطر الخامس يبقى السادس والسابع والتامن هيبقى برضو 18 سنجل كروشي يعني فوق كل واحدة واحدة بس مفيش تزايد خلصهم تلات سطور ان شاء الله وارجع لكم خلصت كده السطر التامن عملنا اول واحد ستة سنجل كروشي في الماجيك لوب وبعدين عملنا تزايد 12 وبعدين صفين 12 وبعدين تزايد تاني 18 بعدين تلات سطور بعدين كده خلصنا الراس هبتدي ان انا اشيل الماركر بتاعي تشين كده وقطع الخيط بسم الله كده واشده كده وخلصنا الراس اوكي هبتدي ان انا اعمل بعد كده الديل هبتدي بعد كده عشان اعمل ديل السمكة حاعمل سبعتاشر سلسلة او تشين بسم الله الرحمن الرحيم دي عقدة البداية تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر وبعدين هبتدي اسيب اول تلاتة وحدخل في رابع غرزة واعمل من اول الرابعة دي هعمل ستة ستة دابل كروشي هعتبر ان التلات سلاسل الاولانية دي اول دابل كروشي يعني انا عايزة المجموع كله يبقى سبعة بالتلاتة تشين الاولانين يعني عملت ستة دابل كروشي زائد التلاتة الاولانين يعني المجموع كله كاني عندي سبعة دابل كروشي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بعد كده في الغرزة السلسلة اللي بعديها هعمل خمسة دابل كروشي في نفس المكان يعني تزايد واحد بعدين في نفس المكان. اتنين تلاتة اربعة خمسة. ماشي? بعد كده في السلاسل اللي بقية هعمل سبعة دبل كروشي. بعد عملنا ايه كده? ده دي للسمكة اللي احنا عملناها. عملنا هنا. اول حاجة سبعتاشر سلسلة. و بعدين عملنا سبنا اول تلاتة تشين من هنا. و دخلنا في اللي بعديها عملنا. اه ستة دبل كروشي. يبقى المجموع كله بالتلاتة دول. يبقى كأني عندي سبعة دبل كروشي. وبعدين في الغرزة التشين اللي بعدها عملت خمسة دبل كروشي تزايده نفس المكان. وبعد كده سبعة دبل كروشي في السبع سلاسل اللي بعديها. بعد ما خلصتها كده هبتدي اعمل سينجل كروشي فوق كل عمود. والفة حواليها كده. عشان اكمل بقية اعمل للديل. فهبتدي كده هدخل هنا. اهي في العمودي الاولاني ده هعمل هنا اتنين كروشي بسم الله كده. وهشتغل فوق الديل ده. ماشي وحدخل هنا. هلف كده فوق كل مكان هعمل فوق. اهي شايفين وصلت لغاية هنا. هسيب الغرزة اللي انا اعملت فيها الخمسة دبل كروشي وحدخل في اللي بعدها دي على طول. وهعمل برضو سنجل كروشي. واكمل للاخر. اهو وصلت كده للاخر. هبتدي ان انا اعمل اه سليب ستيتش كده. واقطع الخيط. ودلوقتي هعمل بقى فينشنج للوقل للراس ولديل بتوع السمكة بتاعتي. ازاي بعمل الفينشنج? طبها عرفناها في فيديوهات كتير. بجيب ابرة التشتيب دي او دي ببتدي كده ادخل بين الخيوط. بسم الله الرحمن الرحيم. كده. اي اتجاه زي ما قلنا. بس بشكل ايه ان انا ما بينش انا دخلت فين. اوكي كده. وارجع تاني. سيب غرزة دي. وارجع من هنا تاني. خراس كده. مريتين تلاتة وخلاص. هقطع الخيط. هبتدي برضو هتخلص من الخيوط الزيادة هنا. في الراس. وارجع لكم. اشتغلها معاكم بالسلك الاول. اه هي بس محتاجة بس التركيز شوية. لان السلك بيتحرك طبعا واحنا بنشتغل. فحدخل هنا شايفين الزاوية دي. مش مش اللي تحت اللي فوق. هاجي هنا ادخل فيها السلك. انا تانيته على تنين. طبعا طول الجسم التى السمكة ده انتو بتختاروه زي ما انتو عايزين. اوكي? وبعدين هسبت كده. خليها مسكة كده. اوكي? كده انا وصلت السلك مع الديل. هسيب طول من الخيط اللي انا هشتغل به الشوك قد طول السلك. فانا هبتدي هنا اول حاجة ان انا هسبت الخيط. هنا في نفس المكان عند عند الحتة اللي انا سبتت فيها السلك. في الديل. خلاص? بسم الله الرحمن الرحيم كده. هبتدي اعمل اتنين تشين. هسبتوا بس كده. وهدين اعمل اتنين سنجل كروشية على السلك. واحد. اتنين. كده. اوكي? وبعدين هعمل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وبعدين اعمل سليب ستيتش مرتين. من اول تاني سلسلة واحد اتنين. يعني انا وبعدين اكرر تاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة. واسيب اول سلسلة واعمل اتنين سليب ستيتش بعديها في السلسلتين التاني. واحد. هدي اتنين. اوكي? وبعدين بعمل اتنين على السلك. واحد اتنين. وبعدين اعمل ايه بعد كده? انا كنت هنا مرتفعة تلات سلاسل. هرتفع اربع. واحد اتنين تلاتة اربع. هسيب اول واحدة. وهعمل تلاتة سليب ستيتش. ادي واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين على السلك بعمل اتنين سنجل كروشي. واحد. اتنين. وارتفع نفس اللي فاتت دي تاني. واحد. اتنين. تلاتة. اربع. اسيب اول واحدة واعمل تلاتة سليب ستيتش. واحد. وهكزا بزود في كل 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 شكتين بزود عدد السلسل. اوكي? يعني كل شكتين بعملهم بنفس الارتفاع. دول عملتهم بارتفاع تلاتة. دول بعملهم بارتفاع اربعة. الاتنين اللي بعد كده خمسة. الاتنين اللي بعد يوم ستة. وهكزا. وبعدين بعمل اتنين سنجل كروشي على السلك. هادي واحد. هادي. التانية. اوكي? شايفين كل الشوك المراضي في اتجاه ايه? الناحية دي. مسلا اليمين. اوكي? عشان انا حلف في الغاية الاخر. وبعدين هشتغل من الناحية التانية. اوكي? يبقى انا عملت تلاتة اربعة. بعد كده هرتفع خمسة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هسيب اول واحدة. يبقى هعمل اربعة سليب ستيتش بعدها. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. اوكي? واعمل هنا اتنين سنجل كروشي. هادي واحد. اتنين. بعدين اتفع خمسة تاني واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. سيب اول واحدة. واعمل اربعة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. شايفين كده? بيزيد عدد وبجمعهم كده شايفين? ما مش عايزة اسيب فراغات كبيرة. اوكي? اهي. واسبت دي باثنين سنجل كروشي. واحد. والتاني. والتاني. اوكي? اهي. حبتدي كده ازود لغاية لما اوصل لنهاية السلك. يعني انا كده عملت خمس سلاسل. بعد كده هعمل ستة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. يبقى معناها بسيب اول واحدة. وبعمل خمسة. اه. خمسة سليب ستيتش مرتين. يعني دي واللي بعدها. خلصت هنا الارتفاع اه. 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 ستة سنجل كروشي. فعملت اه. اعملت بعديها هنا خمسة. خمسة سليب ستيتش. هعمل بقى الارتفاع هنا ستة. اه. سبعة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. يبقى هعمل ستة سليب ستيتش. هعملها برضو لمدة ساطرين. راجع مع بعض الشغل اللي عملناه. زي ما قلنا انا سبت السلك الاول. وبعدين حطيت عليه. سبت الخيط. وبدأت عملت هنا اتنين سنجل كروشي. بعدين ارتفعت هنا تلات سلاسل. ورجعت باتنين سليب ستيتش. لان سبت اول واحدة. وكررت دي مرتين. وبعدين ارتفعت اربع سلاسل. ورجعت بتلاتة سليب ستيتش. وكررتها مرتين. وبعدين ارتفعت خمسة. وبعدين ارتفعت ستة. سبعة. تمانية. تسعة. وبرجع تمانية سليب ستيتش. اوكي. خلاص انا قررت ان كده كفاية بالنسباني مش عايز تزود اكتر من كده. مع ان لسه عندي حتة في السلك. اللي هعمله جديد بقى ان انا هوصل الجزء ده مع راس السمكة. عشان كده يبقى قادي الديل. وقادي الراس من فوق. ببتدي احدد مكان كده بالابرة في نص السمكة. في نص انتو شايفين احنا عاملينها كده. وقفلتها على اتنين. ودخلت بالابرة كده. حددت بس مكان. وحدخل فيه بالسلك هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهطلعه كده من الناحية التانية. لغاية اما اوصل ل ايه? هوا. كده. وبتنيه. بلفه كده عشان يثبت. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ممكن استخدم الادوات دي بس كده عشان اكد ان ان انا ثبت السلك كويس. طبعا اللي هيشتغل من غير السلك هيبقى هيوفر الخطوة دي. مش هيحتاجها يعني اصلا. اوكي? خلاص كده. وبعدين هقص السلك الزيادة هنا بدي. بالاصافة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده. وهتبت على الحتة اللي طلع دي عشان ما اتعورنيش. خلاص كده سبت وقصيت وكل حاجة. هبتدي بقى بعد كده ان انا ايه? انقل على الناحية التانية. اول حاجة باخد الخيط اللي انا كنت احطاه على السلك ده. بدخله في نفس المكان اللي دخلت فيه السلك. وانقله على ورا. اوكي? انا مش عايزي خلاص انا بس كاني بعمله كده دلوقتي. وبعقده كده. هشتغل برضو عليه شوية عشان ايه? ما يفكش. بس. بعد كده هبتدي. هشتغل الشغل بتاعي عادي بقى. اهو. فين الحلقة بتاعتي اهي. اهي. هبتدي اعمل هنا. سينج الكروشي فوق الخيط بتاعي ده. عشان ما يفكش مني. اوكي. سينج الكروشي كمان. وعدين هدخل في المكان بتاع السمكة ده. اللي انا سبت فيه. وهبتدي الفها كده. وهشتغل ايه? على الناحية التانية. انا كده خلصت الجنب ده. هشتغل المقابل فوق كل اه اه شوكة. هشتغل شوكة مقابلة بنفس العدد اللي انا عملته هنا. يعني انا اخر عدد هنا وصلت له كانت التسع سلاسل. فحبتدي بقى ايه? اهو. هلف كده. هعمل هنا. هقص دي خلاص ملاش لازمة. هبتدي هنا اعمل. هدخل هنا بين الخيط. هبتدي اعمل اتنين سينج الكروشي. واحد. اتنين. وبعدين ارتفع. شايفين انا قابليها على طول لسه ما جيتش قدامها بالزبط. ارتفع اه تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. انتم بتبقوا حافظين ارتفعتوا كام. عشان تعملوا المقابل لهم الناحية التانية. وحانزل. هسيب اول واحدة. وحعمل هنا اه تمانية سليب ستيتش. تمانية. وبعدين اجي اعمل ايه? اجي اعمل هنا قدام دي كده. في نفس المكان اللي عملت في دي. سينج الكروشي هنا. وبعدين سينج الكروشي في الحتة اللي بعدها. اوكي? كده. وارتفع كام? ارتفع نفس العدد دي. لان انا مكرارة دي مرتين. بحارتفع تسعة برضو. وهكزا هكرار اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. وانزل بتمانية سليب ستيتش. وهكزا. هنا تسعة. وبعدين في اللي بعديها. تمانية سبعة ستة خمسة اربعة. وهكزا لغاية لما خلص اوصل للديل. هخلصها ان شاء الله وارجع لكم بس عشان ما طولش عليكم الفيديو. نفس الفكرة. وباجي في فوق كل شوكة بعمل نفس العدد. خلصت كده السمكة. رجعت بنفس الاعداد اللي انا رجعتها من ناحية التانية. وصلت لغاية الديل. هبتدي برضو اسبت الخيط في الديل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بسينج الكروشي. وبعدين اعمل وقطع. بعد كده طبعا هخفي الخيط بنفس الطريقة اللي احنا عارفينها. وارجع لكم. طول بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نفرد السمكة كده بالسامغ. فانا جايبة جلدة كراسة عادية كده. بس بتكون يعني كده. دي مطرح للزقت التانية. فهبتدي كده. اه. طبعا بيبقى ليها وش وضهر. ده الوش. وده الضهر. فهبتدي ان انا اجيب الدبابيس بتاعتي. هنحط السمكة كده. وهنسبت في الراس بتاعتها مسلا. بالدبابيس كده. غير الدبابيس بتاعتنا دي. وهيخد كل. كل شوكة كده. وحافردها. كده سبت السمكة بالدبابيس. الشوك بتاعها فردته. وحبتدي ان انا احط السمغ. بجيب انا على الغطى بتاع السمغ بحط شوية هنا كده. وخففهم بشوية مياه. نقطة مياه كده السمكة بتاعها ان هو يكون نشفة او خفيفة. وهجيب فرشة. وهقلب كده مع بعض. طيب. وبعدين ابتدي بسم الله الرحمن رحين كده. عند كل شوكة كده. وشربها لغاية. وبعدين حسبها تنشف طبعا. يعني ما بتنشف شايفين مش بيبان فيها السمغ. السمغ ده بتاع قماش. بس ونش عارفة يعني فيه ناس بتستخدم كمان سمغ اللي هو بتاع الخشب وبتخففه برضو بالمياه كده. اه هو ده او فيه سمغ بتاع المدرسة اللي هو اسمه لكل الاستخدامات ده او المرز او المر مش عارفة. حطيت على الديل سنو. انحطيت على الديل صحيح. لكن هالراس محطيتش علي. حطيت على الديل بس. ممكن نحط على الديل شوية بعد ما خلص. بس اهم حاجة اللي هو الشوك. بس عشان ياخد الشكل بتاع كده. زود شوية سمغ كده. اهو. وبالفرشة طبعا عشان بتسهل. بتسهل الفرد يعني بتاعي. بسم الله. كده. طبعا هو لونه كده كاني بوسته سوى ما بوسته ولا حاجة. ان شاء الله بازن اللي حينشاف ويبقى زي الفرد. كده. هوا ريكوا بعد ما خلص ده طريقة العمل النفس الماركر دي. بس هعملها طبعا سريعا لان انتم فهمتوا الفكرة. اه من غير السلك. لان السلك يعني مش ضروري قوي. السمغ بيقوم بالواجب يعني. بيخلي الشغل بتاعي ناشف. اوكي هخلص هوا رجعلكم. طبعا بنفس الطريقة انا بركب العين. بس بحط السمغ دايركت كده عليها. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. كده. وبحطها ايه? ميلة شوية هنا. يعني مش في النص. مش بل الناس اللي ما عندهاش السلك. كده اللي احنا استخدمناه في هنا في النص. ممكن نشتغل بداله ان احنا نعمل سلسلة. بنشتغل الراس والديل بنفس الطريقة. ببتدي بعمل عدد من السلاسل بالطول زي ما قلتلكم اللي انا حباه. خلصوا ارجعلكم. اعملت هو حوالي خمسة وتلاتين سلسلة. ده الطول اللي انا عايزاه. باجي هنا في الديل بتاعي. في القمة بتاعته دي. ببتدي اوصل السلسلة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. في النص. وبعمل سنجل كروشي. اوكي? هبتدي اعمل ايه بقى? بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي هنا. في اول آآ سلسلة ببتدي اعمل سنجل كروشي مرتين. في سنجل في السلسلة دي وفي اللي بعدية. اه دي سنجل كروشي كمان. ماشي وبادين ابتدي اعمل تلاتة سلسلة. وبدخل في تاني. بسيب اول سلسلة وبدخل في التانية. نفس الطريقة اللي انا عملتها هنا. واعمل اتنين واحد اتنين. وبعدين اجي على السلسلة هنا. بعد اللي انا خلصتها بدخل هنا. واعمل سنجل كروشي. وسنجل كروشي في اللي بعدية. وبعدين ارتفع واحد اتنين تلاتة. واعمل اتنين سليب ستيتش. بسيب اول واحدة واعمل اتنين سليب ستيتش. نفس الفكرة اللي انا عملتها بالزبط هنا. بس بدل ما بشتغل على السلك. بشتغل بعمل السنجل كروشي بتاعتي هنا. في آآ في السلسلة طويلة دي اللي انا اشتغلتها. خلصها وارجع لكم. خلصت اهو. بدأت هنا. الشوكة الاولانية دي عملتها بارتفاع تلات سلاسل. عملتها مرتين. اربع سلاسل. خمس سلاسل. ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اخر اتنين دول كانوا عشرة. آآ عملت هنا اشتغلت تلات سلاسل وحتدي اشبك الشغل بتاعي في في الراس. بسم الله الرحمن الرحيم كده. عشان اشتغل على الطرف التاني. اعمل الشوك من الجنب آآ ناحية التانية. بسبته كويس كده. بسم الله. كمان مرة. كده. اوكي. وبعدين. بلف ايدي كده عشان ابتدي اشتغل على ايه. الناحية التانية. طبعا خيوط الزيادة دي بنسبتها في الاخر. خلصتها هي بنفس الطريقة. وحطيت حتى العين. برضو هفردها. زي الخضرة دي. وحبتدي احط عليها برضو جلو من. ما تعلمنا طريقة الشغل بالسلك. وطريقة الشغل من غير السلك. هعلمكم طريقة اسهل بكتير. وممكن تعجبكم دي اكتر واحدة. هنجيب برضو. هنعمل برضو بنفس الطريقة الراس والديل. وحجيب اي لون خيط تاني بوائي برضو كده. اوكي. وحاجي ان انا اشبكهم في الديل. كالعايدة. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اوكي. وبعدين. شايفين انا جايبة خيطين. يعني كأن حبلين من الخيط كده. هعمل ايه? هيخد واحد. ده العقدة اللي احنا عملناها دي مش عايزيها تحت. خليها تحت. هخلي الابرة كده. الف خيط عليها. وبعدين اسحب. اني بعمل سنجل كروشي. والف واحد. واعمل سنجل كروشي. والف. واعمل سنجل كروشي. وهكذا شايفين. شايفين بتبقى عاملة زي الدفيرة الحلوة ازاي. الف واطلع. والف واطلع. والف واطلع. وهكذا الغاية لما اوصل للطول اللي انا عايزيه. شايفين بتبقى عاملة زي سلسلة كده من الاربع جهات. اسهل حاجة كده سهلة سهلة سهلة. وحواريكو ازي بتتحط في الكتاب بيبقى شكلها برضو حلو قوي. فبكمل كده لغاية برضو الطول اللي انا عايزاه. شايفين? بحط كده. انا عملت ايه? جبت بكرتين. كأن بكرت خيط كده وبكرت خيط كده. عقتهم الاتنين ودخلت بيهم اول سنجل كروشير اللي سبتت بيها. وبعدين بقيت بعمل كده. ان انا الف واحدة. الف خيط من بكرة. والخيط التاني هو اللي باسحب بي. الف خيط والتاني اسحب بي. وهكزا لغاية ما نوصل للطول زي ما قلنا اللي احنا عايزين. خلصت كده الطول اللي انا عايزاه. انا عملتها اطول المرة دي. انا محتاجاها عندي كتاب اطول شوية. بعد ما بخلص باجي برضو بنفس الطريقة في راس السمكة. هبتدي اثبت كده. نفس الطريقة. وباسحب الخيط. وصلتها كده اهي بال بالراس بتاعت السمكة بعد كده حقطة. وابتدي ان انا اخفي بقى ايه الخيطان الزيادة دي. واريكو اهي الخضرة حطيتها انا في الشمس نشفت. شايفين اللون الابيض راح ازاي. هي بس الغلاسة في دي ان الدبابيس بتبوز من الصمخ. مش بعرف استخدمها بعد كده في حاجات الخياطة يعني. فاستخدموا دبابيس تكونوش حبينها قوي يعني. بس هواريكو بقى الشكل بتاعها. بتبقى بالشكل ده. لو انتو حابينها انشف من كده ممكن نقلبها تاني هنا ونحط على الطرف التاني من من هنا بنحط برضو جلو تاني. بس هي كده حلوة. فعملنا كده الاخضر. وعملنا البيج. اوكي? والدول بالسلك. والحامرة دي من غير السلك برضو حفردها بنفس الطريقة. وعملنا الامر الاخراني ده اللي هو مش محتاج اي حاجة. وحنحط فيها برضو عين. هنحط فيها عين كده برضو. وحواريكو بعد كده ازاي نقدر نستخدمهم في الكتب. نفس الفكرة بحط الجلو بعد ما خففته بالمية. على كله كده. ازاي بنستخدم البوك مارك بتاعتنا. يعني مسلا دي اللي انا عملتها. المفروض بعد ما اركب لها العين. مسلا على اي صفحة انا مسلا وقفت عليها. بحط البوك مارك بتاعتي هنا. وبقفل كده. اهي بيبان من فوق اهي. البداية ومن تحت النهاية. انا عملها طويلة دي شوية انا اصدع عشان انا عندي المصحف بتاعي ما شاء الله طويل شوية. كبير فاهو. واهو. اوكي? طبعا هنحط العين بعدين. وممكن اسيبها كده يعني براحتي. وممكن برضو استخدم دول اللي احنا عملناهم قبل كده دول اهو. اشيل دي. واحط هنا مسلا كده. اطلع الراس بتاعتها. اهي. معروف انا حطيته فيه. اوكي? ده بالنسبة للمصحف. ماشي? او لو عندي اي كتب ابتعتي تانية زي كتاب الكروشي ده مسلا اهو. احط كده. اهي. 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 كده. اهو الخضرة والحمرة انا حطتها تانشاف برا. خلصت اهي البوك ماركن من غير سلك. انا شافت خلاص. سبشيل منها الدبابيس وهنشوف شكلها ايه. شيلنا الدبابيس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي. شايفين السمغ اللي عليها راح. شفتوه انتو كان ابيض ازاي اما 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 حطناه. حاجة بسيطة بس كده من غرا بنشيلها. اهو. اهي. هي بس تبقى انها ممكن تتنى كده. التانية اللي عليها السلك بتبقى وقفة. بتبقى ماسكة نفسها. انا اللي بتنيها بايدتي. شايفين ازاي? لكن اللي من غير سلك بتبقى طرية كده. بس ما فروضة. بعد ما حطنا عليها الجلو اهو. فقدامنا اهو الثلاث اشكال. او يعني الشكلين بمعنى اصح. دول اللي احنا عملناهم. واحدة من غير سلك. واتنين بالسلك. والاخيرة دي اللي احنا عملناها بشكل تاني مختلف. بحبل كده بس. بس ان شاء الله يا رب تكون فاكرة النهاردة عجبتكو. ازا كان عجبكم الفيديو. ما تنسونيش بشير و لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم.